بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم في الدرس الثاني من الوحدة التاسعة تخفيض رأس مال شركة المساهمة ذكرنا في الدرس الأول أن هناك طرق لتخفيض رأس مال شركة المساهمة وهناك طرق لزيادة رأس مال شركة المساهمة وتناولنا في الدرس الأول طرق زيادة رأس مال شركة المساهمة وفي هذا الدرس نتناول طرق تخفيض رأس مال شركة المساهمة ويتم تخفيض رأس مال شركة المساهمة بعد أن تقره الجمعية العمومية للمساهمين بعد تلاوة التقرير مراقب الحسابات عن أسباب تخفيض رأس مال شركة المساهمة وعن اقتراحات الشركة في هذا الشأن أي في موضوع تخفيض رأس مال شركة المساهمة وعن الآثار التي تنشأ عن هذا التخفيض عليه لا بد من توضيح أسباب التخفيض واقتراحات الشركة في هذا الشأن أو في هذا الموضوع وعن ما هي الآثار التي تنشأ عن هذا التخفيض وتتمثل طرق تخفيض رأس المال في رد جزء من القيمة الإسمية إلى المساهم أو إبراء ذمته من كل أو بعض ما لم يدفع من قيمة السهم عندما يتم التخفيض باسترداد جزء من القيمة الإسمية فإن القياد يظهر كما يلي يعني رد جزء من القيمة الإسمية إلى المساهم أو إبراء ذمته فعندما يتم التخفيض باسترداد رد جزء من القيمة الإسمية يكون القيد كما يلي من حساب رأس المال إلى حساب البنك وذلك بالمبلغ الذي تم استرداده من القيمة الإسمية وعندما يتم التخفيض بإبراء ذمة المساهم من كل أو بعض ما لم يدفع من القيمة الإسمية للسهم فإن هذا الإجراء لا يترتب عليه أثرا محاسبيا لأن ما يسجل محاسبيا هو رأس المال المتوع وفي هذه الحالة أنه تم إبراء ذمة المساهم من كل أو بعض ما لم يدفع لأنه لم يدفع جزء أو كل القيمة الإسمية للسهم وبالتالي هذا الإجراء لا يترتب عليه أي أثر محاسبيا أو أي معالية محاسبية الطريقة الثانية من طرق تخفيض رأس المال شركة المساهمة تخفيض القيمة الإسمية للسهم بما يعادل الخسارة التي أصابت الشركة فإذا أصابت الشركة خسارة أو حقت الشركة خسارة في إحدى السنوات وقررت جميع العمومية تخفيض رأس المال بقيمة هذه الخسارة فإنه يتم توزيع الأسهم الملغاة نتيجة التخفيض على حملة الأسهم حسب نسبة كل مساهم ولا يمكن هذا التوزيع إلا إذا كانت الأسهم إسمية ويكون في هذه الحالة قيلة اليومية كالتالي من حساب رأس المال إلى حساب خسائر مرحلة أي أنه يتم التخفيض بإلغاء بعض الأسهم ويتم توزيع حسب نسبة كل مساهم وهذا التوزيع لا يتم إلا إذا كانت هذه الأسهم إسمية الطريقة الثالثة من طرق تخفيض رأس المال شركة المساهمة شراء عدد من الأسهم يعادل القدر المطلوب تخفيضه بمعنى أن تقوم الشركة بشراء عدد من الأسهم وإلغائها فعند تخفيض رأس المال شركة المساهمة عن طريق شراء أسهم وإلغائها فإنه قد يتم الشراء بالقيمة الإسمية يعني تقوم الشركة بشراء الأسهم التي تريد إلغاها بقيمتها الإسمية أو يتم شراء هذه الأسهم بأقل من القيمة الإسمية أو بأكثر من القيمة الإسمية فعندما يتم الشراء بالقيمة الإسمية فإن قيد اليومي اللازم يكون كما يلي من حساب رأس المال إلى حساب البنك وعندما يتم شراء الأسهم بعقل من القيمة الإسمية للسهم فإن الفرق بين القيمة الإسمية أو بينما تم شراءه من هذه الأسهم يرحل لحساب الاحتياط النظامي يعني الفرق في حالة أنه تم شراء الأسهم بعقل من قيمة الإسمية الفرق يرحل إلى حساب الاحتياط النظامي ويكون القيد كما يلي من حساب رأس المال إلى مذكورين حساب البنك حساب الاحتياط النظامي ونأخذ مثال على هذا قامت شركة مساهمة بشراء ألف سهم من أسهمها ذات القيمة الإسمية مية ريال بمبلغ تسعين ألف ريال بمعنى أن هذه الأسهم قيمتها ألف سهم في مية ريال بمية ألف ريال وتم شراء هذه الأسهم بتسعين ألف ريال أي بيقل من قيمتها الإسمية وقامت الشركة بإلغاء هذه الأسهم المطلوب تسجيل قيدة اليومية اللاذب قيدة اليومية في هذه الحالة يكون من حساب رأس المال مية ألف ريال مية ألف ناتجة عن ضرب ألف سهم في مية ريال إلى مذكورين حساب البنك تسعين ألف ريال لدى مبلغ شراء الأسهم وحساب الاحتياط النظامي الفرق بين قيمة الأسهم الإسمية وقيمة شراء الأسهم وقد يتم شراء الأسهم بأكثر من القيمة الإسمية للسهم وبالتالي يكون هناك فرق وهذا الفرق يحمل على حساب الأرباح المبقى ويتم تسجيل القيد كالآتي من مذكورين حساب رأس المال وحساب الأرباح المبقى إلى حساب البنك ونأخذ مثال على ذلك قامت شركة مساهمة بشراء ألف سهم من أسهمها ذات القيمة الإسمية مية ريال بمبلغ مية وخمسين ألف ريال وقد قامت بإلغاء هذه الأسهم لمعنى أن قيمة الأسهم الإسمية ألف سهم في مية ريال بمية ألف ريال وتم شراء هذه الأسهم بمبلغ مية وخمسين ألف ريال المطلوب تسجيل قيدة اليومية اللازم قيدة اليومية يكون كالآتي من مذكورين حساب رأس المال مية ألف ريال وناتجة عن ضرب الألف سهم في مية ريال قيمة الإسمية للسهم حساب الأرباح المبقى وهو الفرق بين ما تم قيمة الشراء وبين القيمة الإسمية إلى حساب البنك مية وخمسين ألف ريال وهي قيمة شراء الأسهم ومن ثم إلقاء هذه الأسهم وقد تشتري الشركة أو شركة المساهمة أسهمها لا بغرض إلغائها وإنما بغرض إعادة بيعها وهو ما يعرف في هذه الحالة بإسم أسهم الخزينة يعني إذا تم شراء الأسهم لا بغرض إلغائها وإنما بغرض إعادة بيعها تسمى هذه الأسهم في هذه الحالة بأسهم الخزينة ترجمة نانسي قنقر ثم ترجمة نانسي قنقر